السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة وعافية إن شاء الله رحمة الرحيم الوصفة اليومة ووصفة السهلة وكتصلح اللعشة وكتصلح كذلك الأطفال يعني مكوناتها بسيطة جدا غادي يحتاجوا جد الحبات ديال البيض غادي نطربوهم غير بشوكة كما كتلاحظوا قدامكم بالنسبة للعطرية غادي نضيفوا شوية ديال الملحة غادي نضيفوا كذلك شوية ديال الابصار غادي نضيفوا شوية ديال البابريكا البابريكا اختياري لا بغيت تضيفوها ممكن إنكم استغنوا إليها وممكن تضيفوا الزعتر الزعتر كيجي زوين بزاف في هاد الوصفة هادي خصوصا مع الزبدة والبيض غادي نخلطوا هاد المكونات كلها مزيان هنقد لكم جوج ديال الحبات ديال البيض وغادي نضيف كاس صغير ديال الحليب ما يعادل مئة ميلي ديال الحليب الكاس ديال اتاي يعني الكاس صغير ديال اتاي ممكن استعملوا كذلك لقشدة الطرية الى بغيته كاتجي في المادة حتى هي زوينة بزاف في هاد المرحلة هادي ممكن تضيفوا اي نوع ديال الاجبان كيعجبكم انا هنا ما ضفت حتى نوع ديال الجبن فقط هاد المكوينات هادو نخلط المكوينات مزيان هنا عندي سباكيتي جاهزة يعني سلقتها كنسلقها غير في الملحة وشوية ديال الماء ويلا بغيتو تزيدو شوية ديال التومة ممكن انكم تزيدوه صافي كنضيف هنا ميتين وخمسين جرام ديال سباكيتي كنخلط مزيان لحد ما كتلبس مزيان بهذا كل بيض كندوز هنا مقلات على النار وكنضيف واحد القطعة ديال الزبدة وكندهن هاديك المقلات بالزبدة كليا كما كيبين قدامكم وغادي نفرغ سباكيتي ديالنا بهذا الشكل هادا نحاول ما امكان انا اني نرتبها والباقي ديال البيض بطبيعة الحال كنفرغه من الفوق الى كان باقي هنا بقلي واحدة غير واحدة شير قيطات كنغطيها وكنخليها حتى كتطيب من التحت يعني كتبدأ كتتحمر من التحت وبطبيعة الحال ما كنجهدوش العافية او للنار حيث بزاف الناس ما كيفهموش اشنا هو العافية حنا كنقولوا العافية للنار اه هنا كنقلبها غير على هاداك الغطاء ممكن تستعنوا بالطبق ممكن نقلبها الجهة الموالية وكذلك النار تكون بسيطة لحد ما كيطيب هاداك البيض وكيتتحمر بعدما كيصبح جاهز كنضيفوا الجبن ممكن تضيفوا الجبن ممكن تزينوا بالطماطم ممكن تزينوا بالزيتون لكم الاختيار هنا طبق ديالنا جاهز كيتقدموه ساخن من الافضل ما كنقدموه شبارد كيجيغزال وكيعجبلو ليدات باش نقولو ليداتكم في العشاء وكذلك طبق ساهل بدون سوس بدون اي عذاب كما كنقولو ساهل ماهل شكرا لكم على المتابعة